سلام الله عليكم و بركاته وأحبه افلال الله و عائز أم عبد الله و مرحبه بكم فيديو جديد يوم شاء الله سوف ندير مع بعضنا يسمينا بريستيج و صحة رائعة جدا و حلوة سوفيكم معي تشوف المقادر بطريقة تحضير و متفلت قليل في لحظة من الفيديو أول شي اي سوف نحتاج ليني ان شاء الله بالعالمين هو 400 جرام ديال دقيق الأبيض يكون نخول 400 جرام يعني قل من 40 كيلو ب 100 جرام لان المئة جرام الأخرى سوف نكمل بها سميد أرقيق نائم للحلويات 400 جرام دقيقة أبيض و 100 جرام سميد الحلويات سميد أرقيق نائم للحلويات ثم نضيف كيس السكر بنكهة زهرة البرتقال ضروري نضيفها بنكهة زهرة البرتقال إلا ما كانش عندكم في حال متعدد عليكم فاديفوا الفانيو لكن الأفضل هي الكيس في 7.5 جرام نضيف قبصة الملح ثم نضيف ملعقة صغيرة ممتلئة جيداً للنشاء الدورة ثم ملعقة كبيرة للسكر حبيبات ونضيف كآخر شيء في النواشيف كيس بيكين باودر أو خميرة الحلويات في 8 جرام ثم نخلط الكل مع بعض النواشيف ثم نضيف ملعقة صغيرة الخل الأبيض وملعقتان كبيرتان زيت المائدة ملعقة خل الأبيض ملعقتان زيت المائدة ثم أبدأ بخلط العجين بماء دافئ ثم نضيف ماء دافئ نضيف ماء بعض النوع من الماء ونضيف ماء ونضيف ماء ونضيف ماء سوف تفتح من 15 دقائق حتى 15 دقائق ثم نقسم العجين سوف نحتاج زبدة مدابة مارغارين بودرة اللوز بودرة اللوز بودرة اللوز مختلفة فرد العجين سوف نقسم العجين نصف كيلو دقيق سوف نخرج منه زوج سوف يكون المقاس أكبر وربعة سوف يكون بالنفس المقاس زوج سوف يكون قدهم أكبر من الباقي ليس كثيرا يكون أكبر منهم بقليل ثم نقسم سوف نقسم بكيس بلاستيكي أو فيلم أليمونتر سوف نقسم خمسة دقائق سوف نفرد الكويرة الأولى أو لنطلق الكورة الأولى والكورة الأولى سوف تكون كبيرة في الحجم سوف نبدأ في الأول و سوف نبدأ في الأول و سوف تكون كآخر طبقة نفرد الأولى باستعمال الزيت هنا بالنسبة للعجين رائعة حتى لو شفتوها تقطعت لكم أو شيء ما تخافوا منها حيث أنا فردتها جيدا يعني رققتها بثير لكي لا يأتي المسمنة في هذه الطبقات أغلاط كان فردها جيدا و سوف نجلب الصينية الفرن سوف تكون نوع جيد لا يلسق سوف نضع المسمنة الزيت سوف نضع المسمنة الزيت سوف نضع المسمنة المسمنة و نضع المسمنة في الصورة ثم سوف نضحه بالزبدة و سوف نضحه قليلا و سوف نضحه بودرة اللوز بودرة اللوز و رائعة و نضحه نضحه بودرة تاني كورة او نسرح او نطلق تاني كورة على حساب كل واحد كيفاش بغاء يقول تاني كورة بنفس طريقة كنطلقها باستعمال الزيت تاني كورة كتكون اصغر من الاولى كناخد من الربع اللي صغار كنطلقها كيف قطل لكم باستعمال الزيت بنفس الطريقة ثم غدين بعد ما نكملها نوضعها في الصينية فوق من المسمنادي اللي اللولة كنقضها من الجوانب كي قطل لكم ما تهتموش لابد لكم العجين تقطع قليلا ما تهتموش اشفتوني هزاها لان العجينة لينا وزوينا معي وخات فاليكم هكذا فلايهم رهت طريقة بزيف وكنرققها جيدا ثم يلخبتو منها خليوها شوية ما تترقوها كتير كيف ما دبت انا كينا على كل حال انا تتعجبني ارقيقة غدي اندهن بالزبدة كيف ما دبت في الطبقة الأولى ونضيف بودرة اللوز كذلك بنفس الطريقة ونمرو الكرة الثالثة الكرة الثالثة هي تكون صغيرة غنفردها بنفس الطريقة بالزيت بالنسبة لهذا الكرة فهي اللي غنوضع فوق منها الكريم باتيسير او كريمات الحلواني فمني غنوضعها في الصينية ديالي ما غنوضعش فوق منها الزبدة مباشرة غنوضع فوق منها الكريمة ديال الباتيسير او كريمة الحلواني او الكريمة ديال الكاسترد بالنسبة لهنا يرى الكريمة ديال الكريمة باتيسير سبق لي وجدها قبل ما نبدأ العجين ديالي وبردات كنت اسف لانه المقطع اللي صورته ديال الكريمة بشارية او كيتوش لكن انا خليكم في صندوق الوسط الطريقة تحضيرها في البيت وبالنسبة للناس اللي عندهم بودرة فهي البودرة او بعض ديال الملاعق اللي درت مع ليطر تقريبا ديال الحليب انا قللت منه شوية هو ليطر وغتزيدوا السكر كتبقى حسب الضوغ ديروا خمسة ديال الملاعق كتبقى كافية حتى ستاعة حسب كل واحد كيفاش يحب الملاعق ديالها فانا ما اكتبش فيها السكر بزيف لكانت عندي البودرة وبالنسبة لي اخدمتها في الدار كذلك ما نحبش السكر فيها بزيف كان حسب الملاعق ديالها مباشرة كي كتشوفو هنا موضوع الكريمة باتيسير عندى وضعت الطبقة التاليثة وضعت فوق منها الكريمة باتيسير وفرت رابع مسمنا ديالي كذلك تكون صغيرة وضعتها فوق منها نحاول نغطي بها الكريم باتيسير من الجوانب مزيان باش ما تخرش لنا الكريم باتيسير ديالنا الكريم باتيسير من الأفضل كي قلت لكم تكون نخضو ما من قبل وتكون باردة وتكون باردة حين تلك كانت باردة تكون شادة أما إلا كانت سخونة فهي تطلق بسرعة وما بغي نهج تكون سخونة درعو تكون باردة وكذلك تقطع العجين نمور الكورة كي قلت لكم وضعت الرابعة غني الفرد الخامسة ونوضعها وغادي تبقى لي سادس كورة اللي هي الأخيرة اللي هي أكبر وحدة كي كتشوفوا موضح معاكم الصورة كنجي كنكون فردتها وكنوضعها اللي قبل منها كذلك وضعت لها الزبدة وبودرة اللوز كنوضعها وكنقضها من الجوانب وهناكي خاص الجوانب اللي عندي ديال الأولى والأخيرة ندخلهم في الجنيبات بطريقة تكون مزيانة ما يجمعش العجين مع بعضه بش يعطيناش بلاسة مجمعة ندخلهم بشوية وفي نفس الوقت راك نحاولو ما نخلي وش بلاسة منين تخرج لنا الكريمة ديالنا باش تجينا اللي مسمنا بريستيج بكل معنى الكلمة وكندي واحد هكا واحد دريبة بيديا يعني كنقرسها من الفوق باش يجينا كل شي مقاد وكندوز مباشرة كناخد واحد سيكين كنقطع به المسمنا ديالي دارا ما نقطعوها دابا حينت ما يمكنناش نقطعوها فاش غادي الطيب حين تكون قرمشة يعني غادي تهبس كاملة فدائما نقطعوها قبل ما ندخل الفرن عادي نقطع على ثمانية القطع كيبقى لكم خطيئة كنقطعوها حتى على اكتر كنقطعوه ولقيت العجين ديالي اجت معايا يعني رجعت الورع كنردال ما حلها كنقطعوه جيدا حتى الاسفل يعني ماشي غير كان نخططوه لا كنقطعوه وكندوز كناخد اللي تبقى ليا من الزبدة المدابا عندي كنوضعها فوق المسمنا بالطريقة الموضحة معكم في الفيديو هنا كنكون شعلت الفرن ديالي على درجة مائتان فقط من الاسفل وغادي ندخل ان شاء الله المسمنا ديالي طيب كنخليها عشرين دقيقة على درجة مائتين من بعد ما كتفوت عشرين دقيقة كننقص الفرن ديالي على ميوم سبعين وكنخليها تكمل طيب ديالها فخاطرها من التحت ثم كنديرها الفوق كتتتحمر ومني كتتتحمر كنخرجها كيف كتشوفوه هنا عندي القطر القطر اللي كتتعرف وراه وكم قولوا لي احنا سيرو لكن هو قطر كان ديالي الزهر والماء ورد فكيعطي واحد طعم جدا رائع لها المسمنا ما توفرش لكم كلكم ديم العسل لكن انا كفضل القطر ما درتش كمية كبيرة ما درتش كمية كبيرة ما درتش كمية كبيرة كنعيدة لكم القطر درت فقط شوية فوق كل مرسو درت واحد شوية فقط وهي سخونة ورجعت اخذيت مربة ديالتين مربة ديالتين وضعت فوق كل قطعة القليل ثم غناخذ لوز كونكاسي وغنوضعه فوق من كل قطعة كذلك محمر لوز كونكاسي يكون محمر من قبل قليلا وغادي نخليها تبرد وغنقدمها معكم بألف صحة وهنا كجيم سمنة ولا ارواع لديدة بزاف 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 اي استفسار اي حاجة بغيتو اخليوا ليه في التعاليق هذه المسمنة التي قدمتها لكم في الصحة والعافية زينتها من الواسط بالورد والله يجعل ايامكم ان شاء الله كلها ورود تمنيتكم تضخوها معايا كجي رائعة وطبقات اللي فيها قليل وكتجي مورقة من داخل مقرنشة لديدة اشيشة يعني مجموع فيها كل ما تحبوه مع ذلك الطعمة رائع ديال الماء الظهر روعة معندي ما نقول لكم والبودرة اللوز كتزيدها اناقة وكتزيدها قيمة شكرا لكم على حسن التتبع نقطعه مع بعضنا واكيد دائما غادي نتطوق مع بعضنا ونشوفوا كدير القاوام ديالها من الداخل لمسمنة بريستيج ديالنا كتجي صراحة رائعة رائعة معندي ما نقول لكم قطعناها غادي نتوقها مع بعض اياتنا لكتي اول مرة كتشوف قناتنا مرحبا بك نضم العائلتنا ام عبدالله فاتي فاتي بلانت مرحبا بك فعل جرس باش يوصلك دائما كل جديد لايك للفيديو الى حبيتي واستفتي اكيد شاركوا على مواقع التواصل الاجتماعي مع جميع الاصدقاء شكرا مرة اخرى تحياتي ضرب لكم وعد فيديو قادم لاحظوا معي امني غادي نضوق هانا نضوق تبريد ديالي فاخدي شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر